السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني الأعزاء بالبداية جاب لكم خبر كلش مهم وممتاز أكيد رح يسعف الكثير من عودكم بالنسبة للي قدم وطلعت لها تم حفظ التمر حفظ البيانات ورقم استمارتك والآتي لكن ما قدر يطبع الاستمارة أو ضاعت الصفحة أو داس طباع أو ما طلعت لأسطن أو طبع أو طلعت المعلومات فارغة أو طبع وطلع لخلل بالصورة فجاب يعني الوزارة حدثت هذه المعلومة وبإمكانك الآن تطبع استمارتك وتسحبها من جديد كاملة بشرط أنه أنت عندك رقم التسلسل اللي قدمت به قبل هذا أحب أعتذر من عودكم أنا كنت مسافر هذا اليوم كله كثير رسائل جايتني على التليجرام على الماسنجر على صفحتي على صفحة البيج مالتي وإيضا بالتعليقات على اليوتيوب حاولت أثناء طريق أنه أرد على كثير من الأسئلة وأغلب الأسئلة فأنتمح هو أحاول أنه يطلع لإرارة أثناء التقديم الصديقة هذا يكون السبب الأول هو الأنترنت ثانيا اللود تمام يعني هذا أسباب كلها محتملة وأكيد هناك أسباب أخرى تخصي الاستمارة فأيضا بعض الأخوة يظهر نفس الأسباب يقولت أنه ما لحق يطبع الاستمارة طلع فقط الرمز وإحتفظ به اللي احتفظ به يعني كل مواقفه رح يكون قوي ويقدر رح أشوفكم شون تقدر تسحب الاستمارة وتطبعها يمك بشكل قانون ورسمي معتمد من الكلية البحرية بعد التحديث هس رح نشوفكم مثال عملي رح نفوت على الاستمارة بشكل طبيعي تمام نضغط هنا انتظر رح تفتح هنا نشوف هذي التحديث اللي اضافة على وزارة الدفاع إذا لم تتمكن من طباعة الاستمارتك بسبب انقطاع شبكة الانترنت أو التيار الكهربائي يمكنك طباعة المارخة إذا كان لديك رمز الاستمارة السلسلي من خلال رابطنا رح نضغط هنا هنا تختار نوع الاستمارة انت مقدم على الكلية ومقدم على المركز تمام وهنا تكتب رقم الاستمارة وتضغط على تحميل تمام رح يحمل ورح تظهر معلوماتك كلها تمام مثل ما شوف الاخوان طبعا هذا يعني سبق وان قدمتاني في مرة التجربة هنا انا شوف ظهر لك شعار على جهة شعار كل البحرية على جهة المين والصورة على جهة اليسار وهذه جميع معلوماتك تمام طبعا هذا معلومات هي عبارة مهمية فقط لغرض التجريب كلها طرعت معلوماتك شانت عفضت تضغط على هذه العلامة انا لا تساف رح تظهر لك اختيارات اذا تريد اكسل او او بي دي اف او وورد احنا اللي يهمنا هو البي دي اف فنضغط على بي دي اف نلاحظ انه رح ينزل لنا بهالشكل تريد تفتحها مباشرة او تريد ساف فايل مباشرة تمام ممكنك هذا القطوة تسويها بالفارفاكس او تسويها بالغرغل كروم بس انا اصح بالفارفكس هنا اروه على اقامة التنزيلات نشوف انه كمل هذا الفاير راح نفتحه تمام ننتظر شوي وهذا الاسمارة بدت تظهر معلوماتك كاملة هو هذا منه في البي دي اف هو هذا الاسمارة الالكتروني اللي انت قدمت عليها تسحبها وتوديها للكلية راح افتح ايضا هنا معنطريق هذا الفولدر راح نشوف وان صار مكانه اللي هو هذا نضغط علي دابل كلك راح تنفتح الاسمارة بشكل ملف بي دي اف كامل راح اجرب ياكم محاولة ثانية ونشوف راح اخذ السمارة ثانية ايضا انا سبق وان قدمت بها هذا رقم السمارة راح نسخه انت اهم شي هذا رقم السمارة صورته انا اكيد نواهت فيه مرة سابقة قلت بعد ما بتضغط على حفظ المعلومات ويظهر لك انه تم حفظ بناناتك ورقم السمارتك اما تصور بتلفونك او وتضغط على كنترول بي على مودة تنزل نسخة بي دي اف اه يعني هذا الخطوة كانت كلش مهمة وضرورية تسونها والحمد الله اه راح تقدر تفيدكم وتقدر تنزل استمارتك في حال عدم طباعته راح اجرب هذا الرقم الجديد لنجع بالبداية الرابط تمام راح الغراض الرقم وانسخ الرقم القديم هذا الجديد لبعده هذا طرع تحميل انتظر اللودنج ومثل ما يشوفون ايام ظهرت هذه المعلومات اللي انا سبق ومدخلها لغرض التجربة فقط تمام هل كنا معلوماتك تروح على هذه العلامة ما تسايف وتختار بي دي اف وراح نزلك الملف البي دي اف اما بهذا الشكل او تضطي سايفاز تضطي اوكي وراح تلاحظون هنا بداي ينزل هذا هو كمل راح نفتح هنا بباشرة من هالفولدر نشوفه هنا اللي هو سي سنتر تو مثل ما تشوفون طرع هذا قدامكم بشكل حقيقي تمام اتمنى استفادتهم من هذه المعلومة المهمة جربوها للي عنده رقم استمارة يقدر يطبحها مثل ما شوفتكم مثالين حيين تقدر تجرب انت بنفسك وشوف واخر شي اخوان رجاء اخوي اطلب من عدكم ادعموني بالاشتراك تريد تسوي اذا انت مهتب الموضوع تحب تجيك اشعارات فسوي تفعيل الجرس واذا ما تحب وتجيك دوخل من الاشعارات لسوي تفعيل اشعارات فقط سوي اشتراك وممنونيكم شكرا جزيلا وشكرا لكم يعني